برج الجوزاء إيجابياته أنه متعدد ببقى من الناس كتير يقولك مجنون لكنه فعلا متعدد بتعرفه يتأخذ منه حاجات كتير دمه خفيف شخصيته ممكن ينسيك الحزن فجأة إذا خلقك في كلام تاني أنت فعلا بتنسي مشكلتك لكن سلبياته أنه مش عارفه عايزه سلبياته أنه ساعات ما فيش حاجة مريحة يقف ويقولك أنا مش عارف أنا عايزه طيب أنت مش عارف إحنا إنت عايز إيه فأنا دائما بقوله لا ركز يا برج الجوزاء وعرف إيه أنت عايز إيه وحط نقطك على الحرف حتى لو هجيب ورقة وقلم وتبدأ تكتب عشان ما تنساش إن أنت فعلا بتنسى إنساي فضيعة